السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان أهلا ومرحبا بكم وبرنامجكم الأهلي ينتخد خلاص العد التنازلي التسارع بنسبة كبيرة جدا لا يبقى غير ساعات قليلة وتنعقد الجمعية العمومية للنادي الأهلي بإذن الله يوم الجمعة لانتخاب مجلس جديد يدير النادي لأربع سنوات قادمة كل الترتبات على قدم وساق إدارة النادي جاهزت كل حاجة لكن النهاردة كان فيه حكم قضائي مهم بشأن انتخابات الآلي خليني أقول لحضراتكو عليه قادة المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بقبول الطعن المقام من وزارة الشباب والرياضة وألغت المحكمة حكم أول درجة المتضمن قبول دعوة الأستاذ وليد الفيل في الترشح على مقعد نائب رئيس النادي الفيل كان أقام استشكال أمس للاستمرار في تنفيذ الحكم لكن المحكمة الإدارية العليا قضت بإلغاء الحكم الصادر بإدراج اسمه في كشوف الناخبين وأكدت على قبول الطعن المقدم من وزارة الشباب والرياضة إذن الدائرة الثانية في مجلس الدولة كانت حكمت بقيد وليد الفيل الإدارية العليا النهاردة في دائرة فحص الطعون قضت بإلغاء هذا الحكم الصادر بإدراج اسم وليد الفيل وعليه إدارة النادي ليس أمامها إلا تنفيذ الحكم القضاء الصادر من الإدارية العليا برفض قيد وليد الفيل في كشوف الناخبين عارفين حضراتكم مجرد ما الأستاذ وليد الفيل أخذ الحكم طبعا أنتم تابعين المشكلة من الأول الراجل راح يقدم أوراق ترشيحه في العشر دقائق الأخيرة قبل غلق باب الترشيح كان منقوصة بعض الأوراق منها شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الموقف منه اللجنة المشكلة بتلقي الأوراق رفضت قبول أوراقه بسبب أن هي مش كاملة أو مش مستوفاة فقدم رفع دعوة طالب بإدراج اسمه منذ أيام حصل على حكم بإدراج اسمه إدارة النادي الأهلي كانت واضحة جدا أنها رفضت الطعن على الحكم ورحبت بقيد اسم العضو في كشوف الناخبين أو المرشحين شأنه شأن كل القائمة اللي شمالها قرار الترشيح لكن اللجنة الأولمبية طعنت ووزارة الشباب والرياضة طعنت الأهلي ما كانش مرحب أبدا بهذا الطعن وكان مستقر الأهلي تماما من خلال الإدارة القانونية فيه والإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة على قبول هذا الحكم وإدراج اسم السيد وليد الفيل في قوائم المرشحين لكن النهاردة زي ما أنا بقول لحضراتكم وزارة الشباب والرياضة كانت طعنت لأنه كمان الجهة المختصة اللجنة الإدارية اللي كانت مختصة بتلقي وقبول الأوراق كانت مشكلة من مدرية الشباب والرياضة في القاهرة هي الجهة الإدارية المباشرة فبالتالي وزارة الشباب والرياضة استخدمت هذا الحق القانوني في أنها تطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري طعنت أمام الإدارية العالية في دائرة فحص الطعون اللي قضت النهاردة بإلغاء الحكم الصادر ومن ثم استبعاد ترشيح وليد الفيل اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر